مرحب بكم معي في الجزء الثاني من فورتي في ايدنت من موقع جي اف اكس اكاديمي دوت نت نتكلم بقى دلوقتي على اللايتنج زي نظبط اللايتس او الاضاقة ونتكلم على شوية كلام في مع الانيميشن بتاع الكاميرا والريبونز تعالوا اول حاجة نشوف لسه الريبونز ما خلصتش تعالوا نروح للموجراف وناخد وناخد كل الريبونز دي نحطها جوه الكلونر طبعا هو عمل كلون على اكس واي وزد الشكل ده كده طبعا مش ده اللا انا عايزه هروح بعد كده على الكلونر مود واقول له جريد اري طبعا الواي زيرو انا عايز الكلونز متبقاش على الزد كمان انا عايز على الاكس بس يبقى انا هنا هقول له زد واحد خلاص وبدأ ان انا اوسع اوسع المسافة ام بين الكلونز على الاكس تمام بالشكل طبعا الكونت هنزود كمان واحدة طبعا عشان تبقى بالمنزر ده كده لان هو كان ضيع لي واحدة خلاص طبعا ممكن واحدة كمان تانية تالتة رابعة حاجة كده يعني ونوسع بقى المسافات بينهم كلهم بس زي ما نقول احنا هنخليهم خريبين من بعض شوية بالشكل عشان يبقى الموضوع بسهل وما يتعبناش في عمليات لسه عايزين يجو جنب بعض تمام بالشكل طبعا رندر مفيش اي رندر خالص طيب نعملها ازاي تعالوا نروح لايت نحط لايت عادي خالص تمام ونسحب ده الورا ونطلعه فوق لقدام المنزر ده كده وتعالوا ان احنا مش هستخدم اي حاجة خارجية خلاص فخلونا نستخدم الاريا الاريا لايت نطلعه فوقه كمان المنزر ده ونلفه كده الشكل ده وكده عشان يدي شادو بشكل كويس والمنزر ده كده كده وناخد نحية الده تعالوا كده نعمل ونشوف الدنيا هتمشي ازاي طبعا لسه لسه ما حطناش لسه ما حطناش سكاي في مشاكل في مشاكل في مشاكل نشوف الدنيا هتمشي ازاي وبعد كده نصبط آآ آسف نصبط لانه عامل مشاكل زي ما احنا آآ شايفين طبعا الخمات طبعا هتقل عن كده على فكرة فتعالوا الاول نروح لرندر آآ آسف مش رندر ستنكس نروح ل الغلوبال آآ آآ ونخلي المي 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 نخليها قليلة ولتكن تمانين متر بالشكل دوت والمكسيموم سامبل تعالوا نخليها متين ستة وخمسين خلاص ونعمل هنلاقيها باينة في الخامة بتاعت اه اه آآ زبطت زبطت في حتة وزبطتش في التانية طيب ناخد بقى كوبي ودبل كليك باست ودبل كليك باست ودبل كليك باست ونشوف في الرندر ايه ظروفة تمام ما فيش فيها اي مشكلة باستثناء بقى الخامة اللي هي الريد والورنج اعتقد ان الورنج هنغمق لون الورنج ده شوية واعتقد ان الريد برضو هنغمق الريد شوية ونعمل رندر انا اعتقد برضو ان احنا هنقلل على اعتبار ان في سكاي المتالي جد كده تمام وما فيش فيها اي مشكلة تمام تمام اوي 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 طبعا عايز تضيف انت ا ا ا ا ا ا ا او ما فيش مشكلة ضيف الدي تيلز اللي انت اعايزها اوي اللي انت اعبابها عايز تعمل في انتشار ا 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 ال الريبونز دي كلوا واحد مكان التاني وكلام ده كله تمام ممكن ان احنا نغير الكلونز من اتريت تمام نخليها سورت او راندوم ممكن لو احنا عملنا راندوم ممكن بقى بالسيدز تمام نغير اماكن وترتيب الكلونز لكن انا هخليني زي ما انا على اتريت بالمنظر داك طبعا لسه لغاية دلوقتي ما عملناش اي اناميشن لريبونز ولا عملنا اناميشن للكم تعالوا الاول نعمل اناميشن لريبونز وبعد كده نشوف اناميشن كده مبدئيا انا هقفل الكلونر او بشكل دا كده عشان استنى مع الريبونز شوية طب الانميشن انا هزا هخلي دي وليكن تطميت فريم حتى لو ما استهربتهمش كلهم بس بقى معايا احتياطي فريمات هاخد كل الريبونز دي كل الريبونز دي وهاجي على الاند جروث واسف يا ربي هاجي على الستارت جروث واقلل او ازود لستارت جروث لغاية ما جيبها مية في المية بالشكل داك وحط ليهم كلهم تمنى طبعا هاخد دا كله كده خلاص وحط ليهم كلهم كفريم بعد كده هروح عند فريم مسا وليكن مية واخلي الستارت جروث يرجع بكيمته مرة تانية بواحد اصبح كده لو انا رجعت الكلونر خلاص هلاقي الانميشن عندي بالشكل اللي انا شايفه طيب عايز اعمل شوية تأخير في العشان نعمل موضوع التأخير في الانميشن تعالوا نسلكت واحد واحد نمسك دا مسلا ونقدمه شوية كده نمسك اللي بعده ونقدمه حبة نمسك دا وناخره شوية نمسك ونقدمه حبة اصبح كده هنشوف في تأخير في الانميشن طيب تمام هنستفيد من التأخير دا اه هنستفيد منه كتير جدا لو انا عملت كده تمام وجيت بسيت من هنا هلاقي في استفادة كتير قوي في التأخير دا لما اجي يعمل الانميشن بتاع آآ الكاميرا هو البنك اخر واحد فانا عايز نخليه كده يعني متأخير قوي هروح بعد كده للكاميرا انا عايز الكاميرا لما هو يوصل هنا كده تمام تكون هي عند مية وصلت للكوردس دي فانا هحط على كل هحط كيفريم طبعا كنترول مع ضغط على النقطة هرجع بقى في الفريم زيرو هو دا اللي فيه الكصة كلها هلف كده هشوف بس الستارت منين تمام واحط كيفريم للكاميرا تمام الشكر دا كده طيب انا الستارت بتاعي هنا ازوء ازود ازود كمعين طبعا حاجة بالشكل دا طبعا انا مفروض كنت زود وعملت كيفريم علشان اسبت الكاميرا ماشي تمام بالشكل دا بعد كده هلاقي الحركة زي ما انا عايز ممكن اعمل حاجة حلو قوي ان انا اجي هنا كده خلاص وعدل الزاوية بتاعت الكاميرا تمام بحيس انها كاينها بتمشي مع الريفونس دي بقى المشكلة دي بقى المشكلة ان الكاميرا جات على الريفونس نخليها هنا كده بالظخط ونعمل ونعمل ونشوف تمام طيب في في الكاميرا شوية حاجات بس هنروه عايزين نعملها عايز عايز ان انا ازوق اده شوية وعايز ان انا ازوق اده شوية وعايز ان انا ازوق اده شوية بحيس ان الكاميرا تلحق وهي طلعة تمام جميل جدا جدا طبعا تقدر تيجي هنا تمام وتخلي الكاميرا تبين الشكل كده وطبعا تضغط تاني جميل جدا حلو اولا لو احنا جينا نشوف تسترندر في كل او نحاول ناخد فرمات عشوائية بحيس نشوف هل في مشاكل مش عارف ايه الكلام ده كله طبعا هنا مفيش الحمد لله الا دي بقى خلاص عايز ان انا اخدها غمقى سنة يعني كده تاني طبعا نزود اللايتس شوية وفي شادو نسينا الشادو على فكرة طبعا لو انت عايز تزود في الحجم والسكيل بتاع اللي سويبس طبعا انت عارف هتزود منين كل التست رندر ده علشان ما تتفاجئش بحاجة في الرندر النهائي وترجع تقول يا ريتني تمام؟ رندر اخير كده احنا عملنا الحركة بتاعة الكاميرا وعملنا الحركة بتاعة السويبس او الحركة بتاعة الريبونز ان شاء الله في الجزء التاني من الورشة هنتكلم على ازاي نعمل اللايت اللي هيعمل اا الفلير وهنتكلم على ازاي ان احنا هنعمل الكلمة اللي بتطلع تدريجيا ورا بعضها وفي الجزء التالت هنتكلم على ازاي نتطلع البروجيكتة كله في الافتر افكتس ونعمله الفنشنغ طاتشز اااااا ااا بتاعة اكس اكاديمي دوت نت مهندس احمد عبد الرحمن رياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته